كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة المولد النبو الشريف هنبدأ فيديو النهاردة بالصلاة على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين النهاردة فيديو مميز ومختلف كنت بعمل حلوتي المولد في البيت فحبيت أصورها معاكم هنعملها النهاردة بطريقة سهلة جداً ومكونات بسيطة تقدر تعمليها بالفلية السمسمية حمصية أو أي نوع مكسرات بتحبيه هنعمله من النهاردة بمقادير مظبوطة جداً عشان تطلع معاك خفيفة وهشة والنتيجة بتاعتها هايلة زي المحلات بالزبط ويلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو عندي هنا نصف كيلو فول مؤشر ونصف كيلو حمص ونصف كيلو سمسم وجبت بس ربع كيلو لوز وربع كيلو بندق دول أغلى حاجة الربع كيلو كان بمية وعشرة اعملي الحاجة اللي انت حباه وعلى قد إمكانياتك وقبل ما تبدأي تعملي الحلويات لازم تجهزي كل الأدوات اللي انت هتستخدميها لأن الطريقة بتحتاج سرعة فلازم تكون كل حاجة حواليك جاهزة حضرت الصواني اللي هرس فيها الحلويات لازم تكون الصواني معدن ابعيدة عن البيريكس والبلاستيك الحاجات دي مش هتنفع خالص مسحت الصنية بمسحة كده من الميع وفتحت كيس من أكاس التلاجة بالشكل ده عشان يلزق كويس في الصنية وبعد كده تدهين الكيس بالزيت كويس وتوزعيه عشان الحلويات متلزقش فيه وكمان هتدهيني أي أدوات ممكن تستخدميها بالزيت زي المعلقة الخشب، النشابة، القطاعة، السكينة أي حاجة ممكن تستخدميها لازم تدهينيها بالزيت عشان الحاجة متلزقش فيها هنبدأ الأول بالحمصية زي ما قلت لك أنا جايبها نص كيلو حمصية مقشر يعني مقدار 3 كبايات من كباية الشاي الكبيرة واخترض الحمص يكون من نوعية حلوة ومقشر ولونه فاتح زي كده وبنفس الكباية اللي عايرت بها الحمص هعاير بيها باقي المقادير الميا والسكر التلات كباية حمص هتاخد 3-4 كباية سكر وربع كباية ميا وربع كباية من عسل الجلوكوز أو معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز وتقدر تستبدليه بعسل النحل العادي بس أنا بفضل عسل الجلوكوز لأنه بيخلي الحلويات مش مسكرة قوي وكمان سعره مش غالي البرطمان ده بحاجة وعشرين جنيه بيقعد معي طول السنة وكمان كيس فانيليا ممكن تستخدمي ماء ورد أو ماء زهر حسب ريحة الحلوات اللي انت بتحبيها ونص لامونة صغيرة أو رشة بسيطة من ملح اللامون وربع معلقة صغيرة من الكربوناتو اللي هي بنحطها في الطعمية وهقولك فايدتها ايه في الفيديو وكل المقادير هسابها لك في صندوق الوصف واكتبها لك بالكباية وبالجرام ودلوقتي هنحضر عسل للحلويات ممكن تستخدمي أي حاجة أنا عملتها لك في حل ستانلس الأول عشان تشوفي لون العسل وهنبدأ الأول على البارد نضيف كل المكونات على بعض هنضيف الأول 3-4 كباية من السكر الحبيبات وربع كباية مية حطتها بشكل دائري كده حوالين السكر زي ما انت شايفها عشان مش عايزة أي سكر يجي على الجناب وهنضيف كمان كيس الفانيليا وعصير نص الليمونة بس بحاول أصف فيه زي ما انت شايفها عشان مينزلش تفلف العسل كل ده عملناه على البارد ودلوقتي هشغل على نار متوسطة لحد ما يبدأ يغلي ومتقلبيش خالص هو هيدوب لوحده وهننزل دلوقتي بمعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز في المرحلة دي ممكن تقلبي عادي لو لقيت عسل الجلوكوز متجمد وتقيل معاك ممكن تحطي 30 ثانية في المايكرويف هيفك وقلبي العسل كويس وسيبيه بقى يستوى برحته هياخد منك حوالي 10 دقايق وياريت لو هتعملي حلوتي الموند بلاش حد يكون معاك في المطبخ وخصوصا الأطفال عشان اللاسعة منه بجد صعبة ربنا يعافينا دلوقتي حطي التاسع عشان أحمص فيها الحمص أو أي نوع مكسرات هتعمليها حتى لو كانت متحمصة قبل كده ضروري جدا تحمصيها تاني لأن التسخين بيطلع أي رتوبة من المكسرات وبيظهر ريحة بتاعتها تاني حاجة لازم المكسرات تكون سخنة عشان لما تحطيها في العسل ما تمسكش بسرعة وتجمد ومتعافيش تتحكمي فيها لازم المكسرات تكون سخنة والعسل سخن عشان تعرفي تقلب يوم كويس وحلوتي المولد ما تجمدش بسرعة أنا مش عايزة الحمص أو أي نوع مكسرات بتحمصيها تاخد لون أنا عايزها بس يدوب تسخن وتطلع على رتوبة اللي فيها يعني على نار هادية وبتقلبي باستمرار لازم على طول إيدك بتقلبي المكسرات وبتقلبي العسل في المرحلة دي مايفعش تسيبيهم خالص عشان العسل ممكن ياخد لون بسرعة جدا احنا عايزين لونه يكون دهبي فاتح ما يغمقش عن كده ولا يكرمل عشان طعمه ما يمررش منك لما يوصل للون ده هدي النار خالص على شعره عشان بيلون بسرعة في الوقت ده لازم نكون محضرين طبق فيه مياه متلجة عشان نختبر العسل ودي أهم حاجة في الوصفة عشان الحلاوة تطلع نكحة معاك هناخد شوية كده بالمعلقة نحطها في المياه عشان نشوف القوام بتاعها لو لقتيها لسه طرية معاك وبتلزق ابقى كده لسه مستودش كويس هتسيبيها كمان نص دقيقة بس وتختبريها تاني احنا عايزين نوصل للعسل لما نيجي نختبره ونحطه في المياه المتلجة نلاقيه ناشف كده وبيتكسر وهعمل معاك تاني العسل عشان السمسمية وهسيب الصوت وقت الاختبار عشان تسمعي صوت العسل وهو بتكسر وشكله عامل زي الإزاز بالزبط ودلوقتي هنزل بربع معلقة صغيرة كربوناتو وفايدتها نبتخلي الحلويات خفيفة وهشة قلبي بسرعة جدا المرحلة دي لازم تكون إيدك سريعة في كل حاجة عشان الحلاوة بتجمد بسرعة واتفي النار ونزلي على الحلاوة بالحمص السخن أو أي نوع مكسرات انت عاملاه وقلبي كويس الحمص مع العسل بمعلقة خشب اللي احنا مسحناها في أول الفيديو بالزيت ونقلب كويس عشان الحمص كله يتغلب بالعسل شايفة كمية العسل مناسبة جدا للحمص ما تكتريش عن كده مش بكتر العسل احنا عايزين مجرد انه هو يمسك في بعضه ويلزق في بعضه بس عشان ما يبقاش نشف قوي وصعب في الأكل السكر بتاعه كده بيبقى معتدل ومعقول جدا وننزل بالحمصية في الصينية اللي احنا مجهزينها أول الفيديو عشان كده قلتلكم لازم تكون كل حاجة حواليك جاهزة عشان في المرحلة دي بيجمد بسرعة جدا فاحنا عايزين ناخد وقتنا ان احنا نعرف نفردها كويس ونقطعها قبل ما تجمد وفرديها بقى بالأدوات اللي انت مجهزاها بين الشابة الخشب أو بأي حاجة تقيلة عندك أو لو تقدر تستحملي السخنية ممكن تلبسي جلافز وتدهيني الزيت وتفرديه بإيدك زي ما أنا عملت كده وحاولي تخلي سمك حلوة المولد مش أكتر من صمتي واحد زي ما انت شايفها أنحطة جنبي طبق صغير في شوية زيت لو أي حاجة باستخدمها حاسيت إنها بتلزق في الحلاوة بدهينها زيت وقطعيها وهي لسه سخنة عشان تكون لسه طرية معاكي لو نشفت مش هينفع تتقطع خالص هتكسر وكده الحمصية خلصت هنسيبها حوالي نص ساعة لغاية ما تبرد تماما وتنشف وبعدين هنغلفها مع بعض عشان نحفظها في آخر الفيديو وفي الوقت ده هنعمل مع بعض السمسمية عندي برضو نص كيلو سمسم أحمر اختاري نوعية كويسة وحاولي التنقي كده لو في أي حاجات شيليها ونفس المقادير اللي عملنا بها الحمصية هنعمل برضو بيها سمسمية المقادير دي لأي نوع مكسرات النص كيلو سمسم يعني 3 كبايات شاي كبيرة ليه 3-4 كبايات سكر حبيبات وربع كبايات ميا وعصير ونص لامونة وكيس فانيليا وشغل النار على درجة حرارة متوسطة لغاية ما يبدأ يغلي هنزل بمعلاقة كبيرة من عسل الجولوكوس وحطيتي السمسم برضو عشان يتحمص ويسخن ويطلع الرطوبة ودلوقتي هنعمل الاختبار اللي قلنا عليه خدت شوية صغيرين من العسل حطيتهم في مياه سقعة زي ما انت شايفة بدأ يمسك لكن لسه بيلزق شوية لو انت عملتيه هو بيلزق كده هيفضل يلزق في السنان ويبقى رخم قوي ودلوقتي هعمل الاختبار تاني وهسيبكه تسمع الصوت زي ما سمعت كده العسل نشف وبقى زي الإزاز كده يبقى مظبوط جدا انزلي عليه بربع معلقة صغيرة من الكربوناتو وقلبي بسرعة جدا وانزلي عليه بالسمسم السخط واتفي النار وقلبي تاني بسرعة عشان كل السمسم يتغلف كويس بالعسل وننزل على طول به في الصناية اللي احنا مجهزينها وفرديها في الصناية بنفس الطريقة وقطعيها قبل ما تبرد وكده نبقى عملنا الحمصية والسمسمية وتقدري تعملي الفلية اللوزية البندقية فوزدقية كاجو اي نوع مكسرات بتحبيه بنفس المقادير اللي احنا عملينها بالزبط وهتطلع معاك حلوة جدا زي بتاعة الحلواني انا هنا عملت عسل تاني بنفس المقادير نص الكمية حطته مع اللوز وننص على البندق لان انا عاملة ربع من ده وربع من ده بس ولو لست معايا الاخر الفيديو ما تنسيش تعمليلي اللايك واكتبيلي رأيك في التعليقات ومشاء الله زي ما انت شايفها شكل اللوزية والحمصية والسمسمية كل الحاجات اللي اتعملت شكلها حلوة جدا واكيد اوفر كتير من الاسعار اللي موجودة برا وتقدر اتغلي فيهم كل واحدة او كل اتنين مع بعض تحطيهم في stretch wrap وتغلي فيهم كواس عشان ميبزوش من الهوى وتحتفظ بيهم لوقته اكتر ويراب الفيديو كون عجبكم كل سنة وانتو طيبين اشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله